من جهته أكد مجلس النواب الليبي سعيه إلى طي صفحة الصراع والاقتتال وبناء الدولة عبر عملية انتخابية عقب الإعلان عن وقف لإطلاق النار في كافة أنحاء البلاد وأورد بيان موقع من قبل رئيس المجلس عقيل صالح السعي إلى مصالحة وطنية شاملة وصفا إياها بأساس بناء الوطن وضمان استقراره وقال مجلس النواب الليبي أن صالح دعا إلى وقف إطلاق النار نظرا إلى تردي الخدمات والوضع الاقتصادي في ليبيا وظروف جائحة كورونا إلى جانب اعتبار المسئولية الوطنية وأشار البيان إلى أنه سيتم استئناف إنتاج النفط وتجميد إراداته في حساب خارجي للمصرف الليبي مع عدم التصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية شدد مجلس النواب الليبي على ضرورة تفكيك الميليشيات لاسترجاع السيادة الوطنية الكاملة مضيفا أن وقف إطلاق النار يقطع الطريقة على أي تدخلات عسكرية وينتهي بإخراج المرتزقة اشتركوا في القناة